السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خليل فيديو اليوم سنستطرق لفرض الثاني في مدة لغة العربية مكون الاملاء والتعبير الكتابي للمستوى الثالث اذا نبدأ على بركة الله الاملاء املأ الفراغ بالتاء المناسبة تاء مبسوطة او تاء مربوطة اذا مشاركة مشاركة اذا مشاركة تاء مربوطة تاء مربوطة متعاونات لان قبلها فتحة وهي اسم اذا متعاونات جمع كلمة متعاونا لانه جمع مؤنت تاء مبسوطة شاركت شاركت اذا تاء الفعل تاء مبسوطة دورة لانه تسبقها فتحة ويصح الوقوف عليها هاي مثل المشاركة اذا تاء مربوطة املأ الفراغ بالهمزة المناسبة اذا دي هنا النمل والنحل من الحشرات التي تعيش بفعل التعاون اذا همزات الوصل تقريبا بل كل كلمات همزة الوصل اذا النمل هنا همزة الوصل في بداية الكلمة وتنطق والنحل اذا همزة الوصل النمل والنحل من الحشرات القمرية التي تعيش بفعل التعاون اذا النمل والنحل من الحشرات التي تعيش بفعل التعاون اجيب بصحي او خطأ ثم نصحح اجيب بصحي او خطأ او ثم اصحح لاحظوا معي كلمة مئة مكتوبة على الالف اذا مئة الهمزة مكتوبة على الالف صحي او خطأ خطأ لماذا نشرح لكم مئة ثم نصحح قبلها كسرة وهي مفتوحة اذا والكسرة اقوى من الفتحة اذا تكتب على الياء تكتب على الياء اقوى الحركات هي الكسرة سماء سماء على السطر اذا صحيح لان قبلها مد او سكون ميت فأس فأس على الواو اذا خطأ لماذا لان قبلها فتحة وهي ساكنة الهمزة سنكتب هنا صحيح 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 هذا المكان فأس وهي ساكنة والفتحة اقوى من السكون لهذا تكتب على الالف دواء دواء على الواو خطأ دواء مثل ماء قبلها مثل السماء قبلها مد اذا تكتب على السطر مد او نسميه سكون ميت سكون ميت اذا دواء اكتب اسماء الصور المتضمنة في الوسط وفي الاخير اذا الصور الاولى مائدة ستكتب على الياء لماذا مائدة تكتب الهمزة على الياء لانها مكسورة وقبلها مد صحراء 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 تكتب على السطر لانها قبلها مد صحراء بداية هي الاولى ثم الاتفاق على المشروع ثم تنفيذ المشروع ثلاثة ثم نتيجة المشروع وشعورنا حول نتيجة المشروع اذا شعورنا حول نتيجة المشروع اذا اولا البداية ثاني الاتفاق على المشروع ثالثا تنفيذ المشروع رابعا نتيجة المشروع ثم شعورنا حول النتيجة التي حصلنا عليها حول المشروع التعاوني مثلا تأسيس مكتبة القسم تنظيف القسم تزيين القسم تشجير حديقة المدرسة اذا نتيجة المشروع ما هو هذا المشروع الذي قمنا به وانشاء انشاء انشاء وتنظيم مكتبة القسم اذا يمكن لكم تختاروا اي مشروع اذا انشاء وتنظيم مكتبة القسم اذا نتيجة المشروع تزيين القسم تشجير حديقة الساحة حديقة المدرسة الى غيرها من المشاريع او تنظيف المدرسة وتوزيع سلة المهملات على الاقصام عبر بجملة مفيدة عن مضمون كل الصورة اذا لاحظوا معي في الصور الأولى فتاة تقوم برمي الازبال في سلة المهملات اذا ارمي الازبالة في سلة في سلة المهملات اذا ارمي الازبالة في سلة المهملات الصورة الثانية نتعاون على تشجير حديقة مدرستنا او حينا نتعاون على تشجير حديقة مدرستنا مدرستنا صورة الثالثة نزين قسمنا ايضا نتعاون على تزيين خسمنا نتعاون على تزيين نتعاون قسمنا اذا ارمي الازبالة في سلة المهملات نتعاون على تشجير حديقة مدرستنا نتعاون على تزيين قسمنا الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم ادرب لكم اهدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة